مرسودة؟ مش فاهم تقصود إيه يعني؟ يعني مترقبة يا سيادة الرائد هو سيادتك عايز تفاهمني إنك لما حتسبنا في مكتبك المطوع وكأنه بيهرب من مغارة الأشباح شفت الشغل الأمريكاني بقى يا سيمتحك؟ اديني عقلك لما واحد زي البيه يهاجم قناة زي مصر الحرة ويهيج علينا الصحافة المحلية ووكالات الأنباء العالمية ويحتجز عنده ملك يونس لمدة سبعة أيام بتهمة ملهاش أي جزور ولا فروع ولا معالم يبقى عملية؟ يبقى حل اللغز اللي عقاده في عملية الساحل وأكد لملك إن الرصاصة كانت معصودة وانضربت من أمن الدولة وبعد ما عرفت إن سليمان العريني هو اللي أنقذها من الرصاصة اتصحبت عليه وهو طبعاً راح أكلها على الفيلم الهندي اللي حصل من بلطاجة وخطفه ومهرجانات وإنه صاحي من الكابوس فجأة لقى نفسه في وهم وصراب وملك هتخرج اللي لادي؟ وأول ما تشم الهوى هتطير على سليمان العريني وهتقدم له مفتاح الشفرة العظيم اللي حل اللغز لكن عشان هي بقى مضغوطة وملتزمة بالاتفاق اللي بيخلصه حزم فوق ده هتتسطر على الفضيحة بتاعة أمين عزامه وصوبيانه ومش هترضى تحكي عنها لكن سليمان العريني بقى مش هيسكت على فضحته هو أنا عارف الراجل ده كويس وعارف هو بيفكر إزاي إنت نفسك حققت معاه وعارف قد إيه هو عنيد ولاسع وما بيخضعش لأي تهديد آه طبعا يا ريس وداية نسي ده غير النصوبر اصطر في مهنته والناس كلها الناس كلها مش هنا بس الناس كلها في أوروبا بيحلفوا بزكاء هذا الرجل بيقولوا ما عندناش نص زكاءه تخيل بقى لما عالم زي دوت يحكي في العالم كله على اللي حصله من الداخلية إيه اللي هيحصل؟ حكومتك هتضحي بيك وهتكون أول واحد تقطع رقابته يا نهري سود زي ما حصل في زي ما بيحصل في كل وقت وفي أي قضية رأي عام هتجيلك الأوامر بالتليفون وأول ما تفتح صدرك وتدخل فيها هم؟ هتبص تلاقي نفسك أول واحد بتطير رقابته عشان خطر يفضوا الخناء عندك حق ريس وزير الداخلية أول كتعة شاترانج بتخرج من لوحة مع أنه الحبيب الغالي اللي مفيش غيره على الحجر اللي بيسعف في وقت الزنقى وبيداري على وساخة السياد يبقى لما كليانتي يهرب من المراقبة ويروح لسليمان العريني قبل ما ملك يونس توصله بالفضيحة ويهديه ويستسمحه ويقدم له اعتذار شخصي مني عن سلوك زابط فاسد ومنحرف ويدي له وعد كمان بأن الزابط دوت لازم يتحاسب وفي الوقت المناسب عن كل اللي حصل منه لأن ظروف البلد دلوقتي ما تسمحش يبقى أنا كده بسطر على الجهاز ولا بكشفه وبفضحه قدام الناس يا نهر السود يا نهر السود ما هو ده أمن الدولة؟ انتو مين؟ انتو زي بتعملوا في الناس كده؟ انتو مين علشان تبهدلونا وتلعبوا في دماغنا وتدمروا عصابنا بالطريقة الوسخة دي باشا والله العظيم انا مليئ زنبي في ده كله لا زنبي مين؟ زنبك انت؟ زنب انا يا معلم زنب انا طبعاً انا قبل ما اروح اصطاد سمكاية كان المفروض اعدى على امن الدولة واطلب منهم تصريح مختوم ان المنطقة اللي ناوي ان انا اصطاد فيها ما فيهاش اغتيالات سياسية ما شكل يا انت يا ما شكل يا طيب ملك وطلع انها خاينة وعلشان كده قررت انكوا تصفوها من غير محاكمة ولا نيلة هابلعها انا بقى انا زنبي ايه؟ ليه ما قلتنيش رايب من الاول انها جاسوسة ما نايمكن ايه قلت ايه؟ قلت ايه؟ يا دي النيلة علي وعلجابوني يا باشا بوس ايدك ارحمني ما تضيعنيش انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت ملك ايه؟ مش جاسوسة ولا عمرها مشيت في السكة دي يعني امه اللي عملت معها كل ده ليه؟ عشان السديهاية اللي الدهالي في رادريك ليه وطلعت بيها على الساحل باو انا حتجنن واعرف ايه اللي موجود في السديهاية دي يا ملك انت عارف يعني ايه تفاوض شخصي اندخل فيه حسن قادري بنفسه عشان يضمن كتمانك للسر اللي انت عرفتيه وطلعك من الورطة اللي انت فيها دي انا لازم افهم السديهاية الهبابة دي فيها ايه؟ فيها كارثة يا عمي فيها بركان خامد لو انفجر حيحرق الدنيا كلها باللي فيها السديهاية فيها اكبر ملف فساد حصل في البلد دي من عشرين سنة مش اسرار عسكرية وسياسية والهبل اللي قالوا لك ده فساد يعني ايه؟ قصدك انه حسن قادري وحازم فودة هما اللي يعني حازم فودة هو اللي صلت علي ناس عشان يقتلوني في الساحل ولما المحاولة فشلت لبسني التهمة السفلة دي علشان يقلب علي الترابيزة ويلحق يسحب مني الملف قبل ما اشتغل عليه والفديحة تتسرب وتخرج من تحت سيطرت وسيطرت اي حد يعني انا مترقبة من اول لحظة ومن كل اتجاه الحكاية مش صدفة وبلاغ مفاجئة زي ما الباشا فهمك مش ممكن طب ايه مصلحة من الدولة في انهم مش مصلحتهم يا عمي طب انت مصلحة البهوات اللي مشغلينهم عمين عزام ومحسن الصواف الصواف؟ الصواف ايه؟ قصدك محسن الصواف بتاع مجلس الشعب ده؟ هو بعينه المهر السود ده محسن الصواف ده هو اللي رشح بارات الانتخابات المجلسة